أهلا بكم في فيديو جديد على قناة أخبار المشاهير والدراما التركية الزهور الأول للنجمة برجو برجك بعد إنقابها طفلتها الأولى لونة برجو التقت بالصحفين أثناء تسوقها مع ابنتها الصحفين استوقفوا برجو وتحدثوا معها برجو زارت بوزن مثالي رغم مرور وقت قصير على ولادتها وهذا ما قعل الصحفين يسألون برجو كيف استعادت جسمها كما كان في السابق بهذه السرعة الصحفي قال لبرجو يبدو إنما يقال صحيح عندما ترضع الأم تفقد الوزن أم إنك اتبعت حمية خاصة؟ أردنا على سؤال من الصحفيين حول موعد عودة برجو إلى موقع التصوير هل سيكون قريبا؟ برجو قالت لا 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 أفكر في ذلك حاليا لا لا أتمنى لأكل الآن جميعا ل Angebتكم لأن لا تتمنى عليهم أن من قرارهم السحفيين لم يفوتوا الفرصة وسألوا برجو عن القضية التي اهتزت لها البلاد بأكملها وهي قضية عصابة الأطفال حديث الولادة برجو ردت بشكل غاضب على هذه الأحداث التي حدثت مؤخرا وقالت لم أعد أتساءل عن مدى حدود شر البشر بل ألعنهم حقا عندما يفكر الإنسان لا يعرف من يلعن وكيف بان artık insanların daha ne kadar kötülük sınırı olduğunu merak etmiyorum lanet ediyorum yani gerçekten düşündükçe insan kime nasıl lanet edeceğini bilemiyor o yüzden lanet olsun hepsine yani daha ne kadar nefret edebilirim ne kadar nefret kusabiliriz bu durumlara bilmiyorum bize ne yapmak istediklerini de ben anlamıyorum bizi daha ne kadar bu haberlerle bu olaylarla delirtmek istediklerini de ben anlamıyorum يذكر أن النجمة برجو برجك قد رزقت بطفلتها الأولى لونا في منتصف يوليو الماضي موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة